عمر غفران محامي بهائة الرباط أنا سأحاول إن شاء الله أنني أتناول هذا الموضوع هذا هذه الضجة المفتعلة هذه الضجة التي أعتبرها زوبعة في فنجان من زاوية نظر قانونية على اعتبار أن حرية التعبير والفكر هي مكفولة بنص دستوري ألا وهو الفصل الخمسة وعشرين من الدستور المغربي المراجع سنة 2011 بمعنى أن أي شخص لديه الحرية الكاملة في التعبير عن رأيه وأن يقول ما يختلج في صدره بكل حرية ولا رقابة عليه إلا رقابة القانون بمعنى آخر أن هذا الرجل هذا هذا المواطن هذا هذا الشيخ عندما عبر عن رأيه فهو عبر عن فكر عبر عن مرجعية دينية عبر عن خلفية تقافية عبر على فكرة بمعنى أنه لا أحد أو له الحق في أن يهاجمه طالما أنه يعبر عن ما يعبر عنه في إطار القانون حيث لكننا فعلا تنأمن بأننا في دولة الحق والقانون فيجب أن نلتزم بهذا المبدأ الإنساني الكبير وهو الحق في التواجد وفي التعايش وفي الفكر وفي التعبير إلى آخره إذن هذا الرجل هذا هذا ياسي العمري الوقت الذي لم أجيش واحد السب الممتلة أو للطاقم الفيلم أو للمخرج دي الفيلم أو لخرج على القواعد المعمول بها فحق التعبير دوستوري المدى 25 مكفول الله الفن دون يبوتازوت كشكل من أشكال التعبير فنتشخيص فهو حق مكفول لها دوستوريا هذا تعبير فني بالفن الكاتبة فاتين ليوس في الكتبات أعتقد وقلاهي الكتبات عندما قامت بكتابة السيناريو فهو شكل من أشكال التعبير نحن دبعا ما تندخلش للجمالية في النص أو للإبداع على مستوى التشخيص أو للرؤية الإخراجية إلى آخره هذا نطق آخر نحن سنهدروا ما هو قانوني صرف هد الضجة التي أترت ما خصناش نتعامله مع مرور الكرام وإن كانت تافهة أدشي كله أنا بالنسبة لي يتافه أن هذا الضجة التي أترت هي تعكس وحد الحالة شدة في المجتمع إذا اللي تهمني أنا هو الأبعاد النفسية السيكولوجية دي هد الضجة ومالها من هي مؤشر على وجود أزمة حقيقية أننا مجتمع غير متصالح بها هذا أمر خطير جدا هذا روح الضجة غير متقدم من الدعشانة فأنا نأتي ونرس لك الوصاية لك لك أن لا تنظر أو لا تنظر أو لا تنظر هذا هو الفكر الدعيش بمعنى أن لا تكون بحالي لا تكون وهذا أكبر غلط لأنه ربي ما فرق الريوس إلا باش كل واحد يدير ذك شي اللي بغى كل واحد كيفاش بغي يلبس كل واحد كيفاش بغي إفكار كي اللي ما بغي شي يصوم رمضان منحقه كي اللي بغي يمشي للجامع منحقه كي اللي بغي يدير الحياة وبغي يدير الإصداء ما يديرش إصدال منحقه كي اللي بغي يلبس الكوستيم ويحسن الحياة من حقه كل واحد حر في نفسه وفي ذاته بل حتى أن القانون المغربي في المادة 122 مثلا فيما يخص الإفطار ونحن المناسبة أننا في شهر رمضان تقول لك الإفطار العلني بمعنى إذا درتي الكوكوت ودخلتي لدارك لا حرج عليك إذن أنا هذا المشكل الذي يوقع في هذا المكتوب هو يحلنا على نقاش آخر لأن النقاش محسوم الفن هو فن الشيخ عنده الحق باش يعبر على الرأي دي لو في إطار القانون الشيخة هي فنانة مغنية شعبية وبالتالي كل واحد عنده الحرية في هذه البلاد ولكن هذا يحلنا إلى نقاش آخر اللي هو أخطر وأعمق هو أن الناس مخصومش بقوي فكره بأنه إلا ما يدرش لأخرب حالي فهو ما يحتش ما يستحقش أنني نتواصل معه ولا نتعايش معه لأنه لكل فكره ولا وصاية لأحد على أحد إلا وصاية القانون علينا جميعا وشكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر